قطول أخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة طلعت قرارات حزمة قرارات بشأن مباراة الأهل وبرامدز الأخيرة اللي شاهدت أحداث كتيرة حنأتي عليها بالتفصيل لكن هقول لكم إيه القرارات وإيه الملفت إنه فيها مبدأ يحتاج للتوقف عنده الحقيقة لأنه اللجنة قالت تقرر إيقاف أحمد أيمن منصور لعب بيرامدز تلت مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وإيقاف لعب بيرامدز أيضا رجب بكار تلت مباريات و50 ألف جنيه إيقاف علي جبر لعب بيرامدز تلت مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه رغم كل ما ذكر عن ورود أنه اللعب حاول الاعتداء أو توصل أو وصل إلى إبراهيم نور الدين إيقاف إسلام عيسى لعب بيرامدز تلت مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وإيقاف عمر جابر لعب بيرامدز تلت مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه كده مصارة واحدة ماشت على الكل عقوبة جماعية تلت مباريات و50 ألف إيقاف الكابتن سيد عب حفيز مدير الكرة في الناد الأهلي مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه وتغريم الناد الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الوردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسبب لعب بيرامدز واللعب علي جابر يعني علي جابر يحاول أو وصل للحكم وحصل اللي حصل والكلام نقلا عن تقرير حكم المباراة إبراهيم نور الدين فياخد 3 مباراة و50 ألف جنيه ولما يتقال إنه تقال إنه الجماهير تجاوزت ياخد الناد الأهلي 100 ألف جنيه اللي جاية مبدأ خطير جدا يحتاج تفسير ولازم أن نقف عنده باهتمام لأنه تقرير الحكم إحنا كنا بنلوم دايما وأبدا الحكام والمرائبين إنه ما بيكتبوش بتحصل ضدهم تصرفات ما بيكتبوهاش ودايما كان اللوم بييجي على التقارير ما كتبتش واللجنة تقول هعمل إيه ما أنا بتعمل بتقرير المرة دي الحكم يكتب ويكتب إنه فيه ناس حاولت الاعتداء عليه ولاقي يعني كل المواقع المهمة اللي توصلت إلى مضمون تقرير الحكم وده اللي ما نفهوش إبراهيم نور الدين إنه حاول بعض يعني أدانة تقرير أنا بتكلم على ما جاء في تقرير الحكم نقلا عن اليوم السابع أدانة تقرير الحكم الدولة إبراهيم نور الدين هاني سعيد المدير الرياضي بندي بيرامدس في تقرير المقدم للجنة المسابقات سلم إبراهيم نور الدين التقرير وشهد التقرير إدانة لعدد كبير من اللاعبين ممدوع عيد المدير التنفيذي ما خلاص ذولت عقبه هاني سعيد هنقرأ كله الثاني ليه إبراهيم لا أنا بقول لك خلينا في الوقع دي اللي هي لم يذكر شيء بشأنه اللي هي بتاعة المدير الرياضي رأت اللجنة أن ما نسب لكل من محمود فتح الله مدرب فريق بيرامدس وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيرامدس الحكم كتب لكن اللجنة بتقول إيه أنه ده يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره إسحدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الزك لمعاقبتهم عليه ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه رمته وذلك في أحداث المباراة اسمح لي بقى فضل عشان نوضع حاجة مهمة جدا أنا كنت عدو لجنة المسابقات لجنة المسابقات معنية بتقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة لجنة الحكام معنية بتقرير الحكم فيما يخصه من ناحية الفنية لجنة الانضباط هي لجنة قضائية لكل ما لم يرد بشأنه شيء بتقرير الحكم فهي لجنة تحقيق مش بتيجي بتاخد تقرير وبنقع التقرير بتصدر أحكام إلا إذا كان التقرير زي ما هم مكتوب كده بقولك يا تطابق إن المرائب اتطفق مع الحكم فتطمئن هيئة المستشارين إلى هنا السؤال بقى أنت دلوقتي الأستاذ الزناتي حسام الزناتي هو مسؤول لجنة المسابقات هل معاه لجنة ولا هو عمل فردي عمل فردي عمل فردي إذن هو ما يقدرش ياخد خرارات فسيبك بقى خالص من كلام ما يرد في تقرير الحكام إلا فيما يتعلق في السلوك الباقي ده المفروض عندك لوائح بتطبقها لكن هذا خطر جدا لأن لو فيه لجنة مسابقات كان تقرير الحكم هيؤخذ به قولاً واحداً ولا يلتفت لغيره يعني ما فيش حاجة اسمها إن أنا أطمئن على تقرير الحكم تقرير الحكم هو المصدق قبل كل شيء فالنهاردة تقرير الحكم ذكر لكن ما فيش لجنة مسابقات تاخد خرار فطرع الأمر تصعد إلى لجنة انضباط لجنة انضباط جهت تحقيق جهت إنها جابت تقرير الحكم وهم قالوا لم يدعموا تقرير المرائب ودي غريبة جداً يعني إذا كانت الواقعة قدام الناس كلها هل المرائب كان مشغول في حاجة تانية ولا دي شغلانة يا جماعة مش عايزين الوسط يشعر إن في حد يقدر لما له من دلال أو محبة أو مش عايزين بقى صورته لأ إنت انت واخد خرارات في منطقة الصرامة ضد اللعيبة ده انت جيت على الكابتن سايد للكسرة الاعتراض ما عملش حاجة كسرة الاعتراض ديته خمسين ألف جنيه وقفتوا مباراة يعني اللي تهجم على الحاكم واللي شتم واللي حاول يعتادي واللي بقى يتحاش بينه وبين الكابتن سايد مطشيت في الممدوعية لأ واخد إيه واخد 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 خمسين ألف جنيه وثلاث مطشات منعوا من ال واخد واخد أنا قريتها واخد طيب واخد ثلاث مطشات منعوا من ممارسة أي عمل له علاقة بكرة القادة لمدة ثلاث مطشات وخمسين ألف جنيه هنا أنا ليه بقول إحنا والكلام للسادة أعضاء اتحاد الكور أعضاء اللجنة الخماسية إحنا هنا يا جماعة بنقر مبدأ خطير جدا ضد التحكيم والحكام مش نقصين ولو كان الكلام ده لتجاوزات صادر عن أي من لعب الأهلي أو مسؤولي أو إدارية النادي الأهلي هنقول نفس الكلام حفاظا على العدالة لما الحاكم يكتب أنه فيه إداريين أو مدربين حاولوا التهجم عليه حاولوا الاعتداء عليه واحد منعه من ركوب السيارة علشان يفتقوا بيه كلام ده مكتوب في التعرير ولو أنا غلط يطلعوا يقولوا الكلام ده ما وردش في تعرير إبراهيم نور الدين لكن أنتم متخيلين أنه حاكم يكتب أنه فيه مدرب أو إداري حاول الفتك بيه والاعتداء البدني عليه ومنعه من هو يركب عربيته وهدده وشاتبه بألفاظ ذكرها إبراهيم نور الدين في تعريره ثم لجنة الانضباط والأخلاق الأخلاق ما تاخدش قرار وتقول أنه المسألة لم يسند تقرير المرائب الحاكم طب هل الحاكم سلطته فقط في المستطيل الأخضر يبقى فيه تقاعس أو تقصير أو إهمال من مرائب المباراة أنه ما رفقش الحاكم لغاية بفروب الأمن دي صغرة صغرة تانية لازم يبقى فيه لجنة لجنة أنها تقيم تقرير الحجم أما اللي حتاخد عقوباتها إزاي ثانيا زي ما الموانس عادلي قال من الناحية الهيكلية بقى لأنه إحنا بنفضل سايبين المسألة كده بصواميل فكة لغاية لما العملية تتقلب وتقع ما عندكش لجنة المسابقة ليه ليه اللي موجود إدارة مسابقة يقودها شخص شاب كلهم بيتكلموا عنه حسام الزنات إنه حد إدارياً كويس جداً وحد يفهم بس هو يبقى شخص حتى بخبروته الأوليلة هو شخص الوحده بيدير مسابقات ده كلام في عرف اتحاد فات عليه مئة سنة لأيام دي احنا بنهرج احنا بنهرج في الحيطة الاحترافية لأنك أنت كمان ما عندكش لجنة شؤون اللعبين نفس حد يطلع من لجنة الخمسية هو مين اللي بيدير شؤون اللعبين شؤون اللعبين في نظام الاحتراف واحدة من أهم اللي جان هي بتقر عقود لعبين بتماشي لعبين بتفسخ تعاقدات بتأكد صحة قيد من عدمه أمور كتيرة جداً في تفاصيل العملية الاحترافية بتديرها لجنة شؤون اللعبين ما عندناش لجنة شؤون اللعبين من ساعتها ما حصلش طب إذا كان ما عندكش لجنة لشؤون اللعبين ما عندكش لجنة للمسابقات أنت بتعمل إيه؟ بتحول كل حاجة أوتوماتيك على لجنة الانضباط والقانون والأخلاق طيب في تقرير اللي حاكم المباراة الراجل ده مين يجيب لحقه؟ دي كلها صغرات كبيرة جداً زي ما قلتلكم ما صدر النهاب يعني إذا كان في الآخر لن يلتفت إلى هذا التقرير بيكتب ليه والمين؟ يعني هو الحاكم بيكتب التقرير ليه؟ إذا كان في الآخر ما فيش لجنة هتاخد بيه وتعتمد عليه الانضباط أنا قلتلك ده شبه لجنة قضائية عايزة تاخد وسائل وتضقق وتحقق هل حصل تحقيق في الكلام؟ واضح أنه حصل تحقيق لأنه هو بيقول يعني لم يسانده تقرير المراقب يعني هم راحوا جايبين بقى المراقب وقابوا عشان يشوفوا الكلام اللي بيقولوا لما ملاقوش تقرير المراقب وإنه علامة استفهام لازم نفع نعرف أسبابها هو كقاضي مالتفتش لكن يبقى أن فيه اعتداء على حكم والراجل معرفش هاخد حقه ولجأ للاتحاد المعني بأنه يدي له حقه الألية اللي تدي له حقه مش موجودة فلابد النهاردة بسرعة لأن قد يحدث أحداث أكثر خطورة من هذا الأمر وما تتشافش على فكرة لجنة الانضباط معنية بكل ما هو خارج كمان المستطير لا ده 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 لوب ده لوب ده 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 يعني أنت ممكن تبقى ماشي وخارج من الأستاذ جمهور يعتدي عليك جمهور يعتدي عليك اتنين لعبة طبعا طبعا بس ايه يبقى فيه تقارير وفيه حاجات تدعمها لو اعتمدنا بقى على الاسلوب ده حيبقى فيه في المستقبل حاجات مش كويسة أنا قلتلك